عبر مواطنون عن غضبهم إذا أعدم قيام الحكومة بإنارة جزء طويلا من طريق إربط جرش عمان وتخوفهم من وقوع حوادث جراء الظلام الدامس على الطريق الذي يربط عددا كبيرا من المحافظات بعمان ووصف المواطنون تجاهل الحكومة لمطالبهم بالاستهتار بأرواح المواطنين خاصة مع دخول فصل الشتاء ما يزيد من صعوبة المسير ليلا على الطريق زي ما أنت شايف في الشيش الواحد يحكيه يعني الإنارة طافية من مرة وصار لها سنين على الموضوع هذا من منطقة السيل قبل جامعة فيلدلفيا يعني صار لنا سنين رايحين جايين على الخط والله طريق مثل هذا بيخدم محافظات مثل جرش وإربد وعجلون المفروض أن يكون له إنارة أفضل من هيه وضرائب ندفع وأمورنا ماشية وخدوا مصاري بس مشان الله يعني يخدمونا الإضاءة ما شفنا هاش الشارع ضاوي نهائيا عندك أنت بس يصير منخفض جوي لما يصير شتاء لما يصير عندك ضباب هنا الشارع يعتبر ما بتشوف شي وعندك انهيارات بالجبل يعني كل شهر إلا ما يصير شي يسكروا الشارع عليه نقوم دوريا يوميا بالمتابعة الإنارة على شارع عمان الرئيسي ونأخذ أي ملحوظة ابتصلنا مضبوط كانت الوحدة الإنارة نازل القاطع فيها وتم معالجة قطع الكهرباء على الفور وما في عندنا أي ملحوظة والحين الصيانة الكهرباء شغالة لإرجاع الكهرباء كامل على طريق عمان وما في عندنا أي ملحوظة